اشتركوا في القناة قرئ المشهد بحسب خبراء على انه اعادة توزيع المناصب لقوى الاطار التنسيقي بما يضمن دعم الحكومة بتحقيق منهجها الوزاري المتضمن ايجاد حلول للواقع الخدمي وتطوير القطاع الصحي اما الاهم منها الملف الامني ومكافحة الفساد السوداني نفى من جهته ان تكون التعينات لاقصاء سياسي وهذا ما يرتبط كليا بقرارات غير مسبوقة كسحب مشاريع قوانين من البرلمان تبعها الاعلان عن استرداد اموال منهوبة بعملية ما تسمى سرقة القرن نسيج الحكومة الحالي يقرأ كذلك بحسب متابعين بما ينعكس على ادائها امام القوى المحلية والدولية ببناء علاقات متوازنة ومنع تحول العراق الى ساحة صراعات بين امريكا وايران على سبيل المثال وبالنسبة للفساد وهو من اولويات البرنامج الحكومي الذي صادق عليه مجلس نواب اتخذ السوداني سلسلة قارارات تعتبر مساع جادة لمكافحة الفساد وفق رؤية متفق عليها ضمنا بين معظم القوى في السلطة او خارجها يرى خبراء ان مكافحة الفساد في بعض جزئياتها تتعارض مع مصالح بعض القوى السياسية وان تلك القوى ستظل بعيدة عن المحاسبة اذا لم تستطع الحكومة ان تغير تلك القاعدة التي امن بها نشطاء على مر السنوات الماضية نتيجة نهج حكومات متعاقبة مع هذا فان قرارات الحكومة خدمية كانت ام امنية ام اقتصادية فانها تظل في دائرة الترقب للايام المقبلة من حيث الوعود والمواقف الزمنية التي وضعتها على نفسها سيما مع مستور قد يظهر في اية لحظة يتمثل في غضب شعبي اذا لم تتحقق مطالب الخرجين على سبيل المثال او المستور المتمثل بعودة زعيم التيار الصدري للمشهد السياسي من باب عدم الرضا على ما قدمته او ستقدمه حكومة السوداني اشتركوا في القناة